السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سلام طيبين رمضان كريم خلاص بقى رمضان على الابواب ولازم بقى نلحق نخزن يا جماعة الحق نلحق نخزنه بقى بسرعة يلا بما ان الاسعار يعني ايه مش غالية وكده بكل حاجة رخيصة جدا والدنيا حلمة والدنيا ربيعة فكل واحد بقى ايه يبدأ يخزن المهم كالعادة يعني وزي كل سنة انا عمر في حياتي ما خزنت حاجة ولا روحت ان انا اشتري حاجة رمضان او كده لا والله العظيم انا عمري في حياتي ما اعتبرت شهر رمضان ده كخزين او ان انا اجري اروح اشتري حاجة لا انا بسيبها عادي يوم بيومو كده زي اي يوم عادي اه من احنا مثلا في طار غدا عشق لا احنا كويس لرمضان يعني بالنسبة لي انا احسن لان ايه لان هي طاقة واحدة في اليوم والسحور اه يعني انا ساعات برضو انا مبصحرش يعني اكتر الاوقات انا مبصحرش وكده فيعني هيبقى الصحور ايه يعني حتة جبنة وخيار مثلا وفول يعني ماشي بخمسة جنيه فول فان شاء الله يعادي يعني بالنسبة لي انا احسن من اي يوم من الايام العادية يعني فانا كخزين انا مبخزنش بصراحة وبصراحة برضو والله العظيم والله العظيم رمضان بيجي بخير وبيجي ببركته وبيجي بفرحته ولو اي حد فعلا في الايام العادية ده مبقاش مثلا يعني مثلا الفلوس مأسره معاه او مثلا ايه ظروفه يعني على قده او كده يعني احنا كلنا ظروفنا على قدنا والله بس فيه ناس برضو بجد بتبقى ظروفها صعبة بجد لما رمضان بيجي بيجي فعلا والله العظيم ببركة لان الوحد صايم يعني اكيد ربنا طبعا يعني احنى علينا من اي حد وطبعا صايمة فاكيد ربنا هيبعث رزق وهيبعث خير وطبعا شهر رمضان ده شهر البركة يعني فوالله العظيم انا لقيت لقيت كرمة مبارح طلعالي بشكرة السبانغ دي ستاعة من دهلها تحت جايبها من الارض وكده لسه مقطوفة من الارض فلاقيت كرمة طلعالي بيها وبتقول لي خد يا امام قلت يا مساهل الحال يا رب نبدأ بقى نخزن خزين رمضان فالمهم بقى زي ما انتم شايفين كده انا بعملها ازاي انا مبغسلهاش الاول يعني فيه ناس مثلا بتغسلها الاول وبعدين تبدأ بقى انه يتقطع لا انا بقطعها الاول وبعدين بعد ما بقطعها بأدخل بقى ان انا اغسلها وكده كذا مرة يعني مثلا انا بغسلها 3 مرات كده والمرة الاخيرة او المرتين الاخرية بغسلها بمية سخنة المية السخنة دي بتعمل ايه بقى شوفه كانت مثلا شكارة سبانغ خلاص اللي انتم شايفينه دول هيعمله تلت كياس سبانغ وبما ان طبعا انا بقى من الستات اللي هي بتخزنوا كده فهطبخ سبانغ دلوقتي من اللي انا هخزنها الخزين رمضان يعني عنديش حاجة اسمها خزينه رمضان سبانغ دي هتطبخ دلوقتي وهتتاكل دلوقتي ومش بعيد التلت كياس دول اقوم بكري اعمل كيس وبعده كيس وخلاص مش هيتفضل حاجة الرمضان يعني فانا ما عنديش حاجة اسمها خزين يا جماعة المهم بقى زمان شايفين كده بعد ما قطعتها بقى وغسلتها كده اول غسلة هبدأ ان انا صفيها واخسلها تلات اربع مرات كده وهتلاقوا الحلة دي كلها كشت 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 باقت تلات كيس والعظم ما بكدبش عليك وتلات كيس ايه صغيرين خالص صغيرين صفتها بقى كده زي ما انتم شايفين وانا طبختها واكسل بالله كنت تعمها عسل تعمها حلو او ما عملتاش كمان ببصل يعني ايه انا بصراحة ما بكون مستعجلة فص طوم كده وخلاص يعني النار فص طوم واعملها يعني واعملها يعني في الايام العادية بقى بعمل مثلا بصلاية صغيرة وفص طوم وابدأ ان انا ايه اخدع اخدع لها وكده وتبقى جميلة بس لما بقى يعني سريح سريح كده ففص طوم وخلاص فبجد والله العظيم بصوا منزلة ايه منزلة طينة ازاي بس بصراحة كانت نضيفة يعني من زي يعني انا ما بشتري مثلا من السوق سبان اخد كده بتنزل طينة طينة يعني وساعات بيبقى العنقود بتاعها ده فيه قطع من قطل طينة كده لا هي بصراحة كانت مسكرة وكانت نضيفة يعني صفتها بقى زي ما انتم شايفين كده خلاص اصفيها مرة كمان او مرتين كمان انا بصراحة عملتها اربع مرات صف غسلتها تلات مرات بالمية كده العادية وبعدين اخر مرة او اخر مرتين بمية سخنة كده علشان ايه الحجم بتاعها دي كيش وطبعا بقى ايه الكيس بيبقى ممفوش كده واول ما تيجي تعمليها الكيس السبانخ عمتا ايه بتخص خالص حطوا بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوف القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من ان شاء الله وما تنسيش تقول لي بتتابعيني من انهي بلد علشان دي حاجة هتفرحني وعايزين كده نكبر العيلة بتاعتنا والقناة بجد تستحق لاني والله العظيم انا بجد بتعب اوي في الفيديوهات وعلى فكرة كل القلوات بتتعب ترجمة نانسي قنقر